السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناتي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة الوصفة ديال اليوم هي كما العادة وصفة مجربة وناجحة 100% جربوها وردو على الخبار راها وصفة كتبان نتيجة ديالها من الاستعمال الاول هذه الوصفة هي وصفة طبيعية تحييد الكلف ليس اي كنف وانما ذاك الكنف اللي كيكون قديم شحل من سانة وما بغش حييد باي طريقة لا بالبوماد ولا بالوصفة الطبيعية هذه الوصفة راه كتحييده نهائيا الكلف اللي ما سيبقاش بني اللي تقول لي اسود اما كيكون في الانف ولا في الخدود ولا في الجبهة وكاللي كي يجيح تفل الحياة دياله الكلف اللي السيدة كتحمل وكتولد ووليدها ولا بنتها كيكبر والكلف كيكون باقي في وجه ديالها كما ان هاد الوصفة كتحييد لنا واحد المشكيل او واحد الحالة اللي ما كتحييتش جربو هاد الوصفة جربوها وردو على الخبار كتحييد لنا نمش النمش اللي كيكون اما ويراتي واما كيكون هاكده لكترة البيض ديالوجه كيكون عندنا ذاك النمش المكون الاساسي اللي غاي حييدنا هاد الكلفو النمش ووحدي لللون وحيد الدكونية او السواد ديال البشرة هي القوزة او جوزة الطيب بالعربية الفصحة جوزة الطيب بالدريجة او باللهجة المغربية كنقولوليها القوزة هال القوزة عندها ادوار بزاف وعندها وصفات كنستعملوا في وصفات طبيعية كتيرا من بين الوصفات وانا غا ندرك هاد الوصفة غا نقول لكم واحد الوصفة اللي تستعملوا ها وصفة صحية انك غا تخذ هاد شوية هاد شوية بالاصابع لا تكتريش منها لانا هي كتدير بحيث الشكل المخدر يلاكليناها بواحد الكمياء كثيرة وغا نديروا فقها واحد جوج نقيطات ديال العسل وغا نناكلوهم غير شوية ونناكلوهم ومن بعد ما نناكلوها نشربوا فقها اتي سخون ولا المسخون هذه رهاء كيف ما كنقولو ضربة بطلة الالام ديال المعيدة هاد الوصفة زوينة هاد الوصفة زوينة 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 بزاف المعيدة غير انتو مما تكتراش كيف ما كنت لكم بالاصابع فقط ولا اربع ملعة صغيرة كتدير في شوية العسل وكتاكليها احنا هاد الوصفة مغا نستعملوا هش هادا انا طحنتها اخذت قوزة واحدة كانوا عندي جوج ديال قوزات واحد نص مطحونه ونصف باقي ما مطحونش ذاك النص اللي باقي ما مطحونش ازلتوا على ذاك المطحون وعودت طحنتهم مزيان نييلتهم مزيان طحنتهم مزيان حتى ما بقاش في الميت غربل انتي لما كنتشعر ديال ماكينا غطحنهم مزيان طحنيهم وغربلهم مهم تكون نييلة غبرة ما غا نخوضش هاد الكمية كلها غادي نخوض مقدار من عقا صغيرة فقط راهاني الى الباودر غبرة قلت لكم لما كنت ماكينا 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 مزيان غربليها انا طحنتها مزيان ما غاديش نغربلها من بعد غادي نزيد المكوين الثاني اللي هو القرفة القرفة كيف ما عرفتوا ركا تكون عواد كبار غير انا عند بقالي غير هاد الشي غير هاد داك اللخر اللي كيكون في القرفة كنت خذيتها في رمضان وبقالي هكذا مهرس سوف نطحنها لا نستعملها هكذا سوف نستعمل مطحونة سوف نستعمل منها ملعقة صغيرة مطحونتها هي باودر بودرة غبرة الى ما كانت غبرة عادي غربليها مزيان لان هاد الماسكرا ما بغيناش يجرحلنا البشرة دينا وانما بغينا نديروه باش نحيدو به الكلف وننمشو ودكونية فقط من بعد هاد المكونات سوف نزيد عصير الليمون او عصير الحامض سوف نعصر شوية دي الحامض لاننا سوف نحتاج غير ملعقة صغيرة الحامضة ما عنديش فيها لما بزاف انا وقفت التصوير حتى عصرت باش ما نطولش الفيديو حتى عصرت الحامضة اللي عندي سوف نخد منها قيمة ملعقة صغيرة مكونات كلهم هادو اللي قدرت بثلاثة ملعقة صغيرة دي القوزة وملعقة صغيرة دي القرفة وملعقة صغيرة دي العصير الليمون او العصير الحامض سوف نخلطهم مزيان باقي سوف نزيد مكونات اخر ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة مكونات ساهلة سوف نرى الفيديو المرة واحدة سوف تعقلي عليهم و المقادر نفس المقدار اللي اختية ملعقة كبيرة خدي ملعقة كبيرة من كل مكون رأي لقد terminد الك 사람 و المناطق في المينة موجودون أو موجودون غير تتيجرين ملعقة صغيرة كنعلا نوعine باقي نصف كاس من كل مكون و تخلطيهم و تبقى يتستعمليهم بما انه غير معلقة صغيرة بلا ما ندخلوه التلاجة ما غاديش يخسر لانك إذا درتي الوجهك هكذا مثلا غير بغيتي تدري غير الوجهك غدري غير جوج الخطرات انا ما غيخسرش في يومين يومين متابعة أما إذا درتي كمية كبيرة ديري في التلاجة كمسلا عودكم دائما فتكون عندي كمية صغيرة و ضروري ما انها تخلط مزيان لان المكونات كيف ما شفنا ناشفين اللي غادي يخلطهم مزيان هو العسل والعسل كتعرفوا بانه تقيل اذا غادي نخلط هكذا بالأصبع ديالي باش نخلطها مزيان كنخلط بالأصبع ديالي أمامكم باش حتى انتم تستعملوا هاد الطريقة لانك لا خلطتي غير بالملعقة ما كيتخلطش مزيان هادي هي الوصفة سهلة ولكن نراها رائعة فنة جربوها هاد الوصفة حتى في الاستعمال ديالها سهل الوجه ديالك مثلا كنت تغديرها الوجه ديالك الوجه ديالك ما يكونش مقشرة تكون غير غاسلة بالصابون والمدافي عادي وتنشفيه مزيان ودري هاد الوصفة هكذا تحطيها بواحد الكمية شوية تكون واحد الطبقة تكون غليضة شي شوية ما ندروا ليلا حركة دائرية اللي والو غير نحطوها بحال هكذا بواحد الطبقة تكون هكذا غليضة شوية نحطوه على الاماكين ديالكلف ديالنا ولا ديالنمش بحال الخدود والشبهة الانف الاماكين اللي عندنا في هاد دكونية ولا حتى اللي كيعاني مواحد اللي بنت مؤخرا تفكر الدابة كتقولي بانها كتعاني من ديالك الكحولية اللي كتكون دايرة بالفم ولا تحت العينين حتى هاد الوصفة كتتصلاح حتى نزدك دكوني يالي دايرة بالفم ولا تحت العينين حتى هي نديروها بحال هكذا فاش نديرها غدي نخليها ربع ساعة خمس ستاشر دقيقة فقط نخليها خمس ستاشر دقيقة فقط وما غدي نبرمها مواله غني مشي نغسلها بالمبارد وننشف مزيان وندير شي كريم مورطيب هاد الوصفة استعمليها يوميا مرة وحضف النهار استعملتها النهار الأول غدي تبالك النتيجة اذا كان فيك الكليف وفيك النمش كتير استعمليها نهار الثاني ونهار الثالث قد ما بانت لك النتيجة قد ما بقيت استعمليها حتى يقول لي وجهك بيض بحال باللارة غدي يقول لي رائع جربوها على ضمانتي ورجعوا لي الخبار بدون تقشر بلاواله ديريها على البشرة تكون تكون نقية خليها خمس ستاشر دقيقة غسليها بالمبارد نشفي ديري شي كريم مورطيب كما كان متعودة كديري وقد ما قد ما كان هادا كالكنف قديم وواعر قد ما غيخود لك المدة اما اذا كان غير شوي يرى من من التجربة الاولى غدي يحيد نهائيا نتمنى ان هادا الوصفة تعجبكم تدروا لي لايك تشاركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس والسلام عليكم ورحمة الله